الفنان شاب أنور أهلا بك أهلا بكم الجوهرة المسانية نورت قناتناها اليوم الله يخليك الله يحفظك أختي بركة بداية أنور ألف مبروك على أغنية يابويا وأيضا الأصداء الإيجابية التي رفقت هذه الأغنية خاصة أنه بعد ثلاثين سنة طرحت وقررت أنه يكون فيه فيديو كليب بالنسبة لك نشكرك بركة الله وفيك با أغنية جديدة عندها شهر من اللي خرجت الفيديو كليب سيفري واحد ثمانية وعشرين سنة ثلاثين سنة وين كنت نخدم مع البروديكتور ديالي راشيد الله رحمه هو لي كنت با خدمنا خدمنا على إبوك عدة كليبات اه دو بي دو بي الموت ع راشيد مادس دي كليب عبر هالخطرة وين دي سيديد باش ندير الكليب الأغنية أعلى حتى هدو الخطرة بس با بكري كنت نخدم مع البروديكتور هو المخرج هو دي السيناريو وكنت مولف مع المخرج هدوك راشيد وكان كيما بابا وخدمنا وهو كان مناجر ديالي سكيفي من بعد جيتني صعيبة باش تخدم مع واحد اخرين با هالخطرة قررت باش نعود نولي للكليبات وهذا الكليب الإشارة فقط جمعت نخبة من الممثلين وايضا وكان فيها قصة حقيقية عن الأب على الأغنية عن الأب يعني العودة تكون بأغنية عن الأب الأب ديجا الوقت لانا فيه الجائحة هدي كم بزاف الناس اللي فقدت الأب ديالها والعائلة ديالها بزاف الوقت لانا فيه شوية صعيب وهذي اللي سيتياشون ديجانا عاشت عن الأب ديال اللي متوفيها هدي منذ 22 سنة الله يرحمه ويرحم كل موتها وهذي النوع من بكل السيجي قليل اللي يغنى عليها كل معظم الفنانين يغنوا على الأم والأب قليل يغنى على الأب حبيت أنا نغني على الأب وحبيت ندير كليب نصور الأغنية وجبت ممثلين مثل المسان اللي نشكرهم اللي قاموا بالدورة ونشكرهم بزاف وإن شاء الله اللي كليب يكون عجب بالجمهور هذه جميل جدا ربما تحدثوا حول هذه الأغنية هي أغنية من التراث وتعلقت بها أنت أيضا في إثرافة الوالد يعني قبل 22 سنة 22 سنة وعندما تحدثوا في فراسيا باش نغني على الأب مجلش الأوكازجون هذه الكلمات سمعتهم دبي لانطان وانا نسمع فيهم يعجبوني ما فيهم إيقاع ما فيهم مش موسيقى حبيت نديرهم إيقاع مع الموزعتها بالقادر بن عاشور ودخلنا للستوديو ودرنا لها موسيقى ودرنا إيقاع ودرنا ديزار ونجمون ومبعد كي كي كمنا الغنية درنا حبينا نديروا الكليب وحبينا نديروا سيناريو باش الأوغنية هذي يشوفوها ويسمعوها يعني بعد غياب وانقطاع وسائل الإعلام ربما وأيضا حتى عن تسجيل فيديو كليبات حفلات كانت مستمرة لكن بشكل يعني طفيف ليست بذلك الزخم طيب العودة تكون بمناجر ما هو المناجر جديد وما هي الاستراتيجية المستقبلية بالنسبة لك أنور المناجر الجديد هو سيد علي أكله نجوه التحية عدنا رانا خدامين نبدينا في البروغرام إن شاء الله في 2020 إن شاء الله عدنا دوتر تيتر باش نكملوا الألبوم عدنا زوش أغاني زعمان ننساك وأبويا رح تصور على فيديو كليب أنور نعم دوتر شانسون رحوا بيصور كل شي تصور إن شاء الله كل شي تصور ونخرجوا الألبوم ونخرجوا الألبوم فيها ثمان أغاني في ثمان أغاني وكيف شرح تكون يعني اجتماعية والعاطفية مثل ما تعود عليك فيها بكو بلس عاطفية وفيها اجتماعية بيانسل نحبنا أن نغني المواد أجتماعية يعني أغاني لا تعد ولا تحصى عاطفية ربما جيل الثمانينات يحفظها على الظهر قل وحتى جيل التسعينات والألفينات لأنه نادرا أنه ونلقى أغاني عاطفية في الجزائر تكون بكلمات يعني محتارمة يقدر إنسان يسمحها مع الوالدة ديال ومع الأسرة ديال أنت في الكلمات هل تنتقي وحدك؟ شو ديجى كلمة العاطفة لازم تكون حنينة لازم كل يكون حنين لازم يسم العاطفة والحب كذا يعني فيها ارتباك وخوف ربما شو ديجى العاطفة لازم إنسان يكون حنين ديجى كلمة العاطفة عاطفة الحب الحب مليا لكن لازم نغنيها بطريقة نظيفة نعم هذه هي الكلمات أنت اللي تخيرهم؟ دفعا أنا نخير السيجي دفعا عندي كتاب كلمات لنتعامل معهم كنت نتعامل مع محمد نونة الله رحمه اللي كان يتعامل مع حسني ونصرو تعاملت مع أحمد حمادي عدة عدة ناس اللي كانوا يكتب الكلمات اللي خدمت معهم ودفعا نكتب بنا بسع ما شي بزعاف دفعا ونشوف سيجي يعجبني ولا نكمل ونكتب الأغنية يعني قدامي أنه أغاني ياري تلقيت اللي يخبرها لو كنت عارفش هل نبغيك ويوم الخميس لا فوت فيك يا أختي وأيضا أغاني أغاني كثيرة هذا الأغاني ربما رك نادم معلك أش أغنية هك خدمتها مقبل ولا تقول أنه ما سيرتي وانتالي سيارتها وراك راضي عليها نو باش نقول لك ندمت ما ندمت بسك مسيرة هذي رأي كبيرة عندي سي باترون سينكم في المسيرة الفنية باش نقول لك ندمت على أغاني لا قدرت عدة أغاني عاطفية واخدمت الباتريمون تاني الباتريمون الألجيريان سكيفي عندي سادر متنوع في الفليستيل نورما ما مومي مدمش واش قدمت في المسيرة ديالي طيب ندمت لأنه فيه انقطاعات في مسيرتك الفنية كنت تروح وتجيك بانسير تندم بسكو دي فا دير دي بوز كنا أنا بسكو دير دي بوز عشا كفو نحبس دي زان تروازون دي زان تروازون كتجي ما حمرا هي في رايب زاف دي فا نحب نحبس نشوف واش رح صاري في الدومين الميزيكال واش الناس تحب تسمع باش نعرف واش نقدم واش نغني واش اللي سيجيل اللي نقدر نقدر نغنيهم طيب الانقطاعات هادو ربما أثروا حتى في مسيرتك أنت نجم يعني وسح أنت نجم وأيضا رك في السحة الإعلامية وأيضا الفنية عندك اسم كبير لكن ربما هذو الانقطاعات لو ما كانتش كان أنور الآن وصل للعالمية ولا أكثر من ذلك مثل فناني جيلك أيضا بسيب بسيب وكما كانتش هادو الإنقطاعات بلك أن تكون حاجة أخرى بسيح على بلك الواحد كي يكون كشو اللي قديم في الفن هذا دي فا تعيه بسكو احنا نصافره بزاف احنا نخدمه بزاف دي فا الإنسان يعني تكون سيليباتر ومبعد زوج دي الأولاد لازم دي فا تدير تشوف أولادك تشوف العائلة الصغيرة العائلة كبيرة بسيح على أولادك يعني الإنقطاعات كانت بانسير 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 طيب أنت تحدثت الآن عن الزواج وأيضا عن الأولاد كثير من المحبي والمعجبين تاك ما يعرفوش أنه متزوج ولا شحل عنده طفل شحل عنده طفلة خاصة أنه الآن فناني هذا الجيل ولو يوري وحياتهم كامل على السوشيال ميديا يعني وشكلاه وفطور عشاء وكل شيء مهمة كذلك للمتابعين أعتقد أحيانا 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 أنا منشمل هدوك الناس اللي نوري زعما ما نحب نحب كون عائلة ديالي في البلاستها والفن في الفن طيب أنا عندي سؤال لو أسماعك تفضل أسامة الراي تطور كثيراً ربما أعتقد أنور أنت ربما كفنانة عايشت جيل التسعينيات الخمسة وتتسعين الفينيات ما هو رأيك في الراي في هذه المرحلة بالتحديد؟ فن الراي فن الراي بين دركة و بكري بكري ما كانش كان الانترنت أي درو كان انترنت سما دروغ بكري باش تسجل غنيا لازم تروح للستوديو لازم تتعب باش تدير لزان راجمو لازم لك موسيقيين باش تخدم معهم دركة سي أمتي بفاصيل على بكري و بكري الكلمات و دركة بعض الفنانين ما نجمعهم كامل لازم تسجل في دارك تقدر دير أغنية في دارك سي فاصيل باش تباني للناس و بكري ما كش كان الروبو ناس ما كش تغني بالروبوتيك بالمان عندك صوت شباب تغني ما عندك صوت شباب ما تقدرش تغني غنيت انت بالروبوتيك انوات؟ جامي غنيت انا درت واحد الأغنية بسكو واحد ساعة و واحد الارانجور قالي على بالك هذا اللصن الناس يحبوه بسكو اللصن تاع الروبو هادا الناس رهيك شغلوا قالي نديرو غي شوية باش الناس زع ما تسمع بالاخر سينونا جامي غنيت بالروبو بكري ما كش كان الروبو غامي اكزيستيش كيفي الخدمات بدلت بارابور البكري هل هذا ربما فتح المجال واسع امام الناس يعني؟ فتح المجال بسحر كل ما نهب ودب أصبح يغني؟ نعم ما موحد ما عنده الصوت جميل ما عنده الصوت على الغنا يقدر يغني ويدير الروبو يسجم لها للصوت ويدير كليب وتشوفه في الانترنت في اليوتيوب هذه طيب لو نتحدث الآن عن الساحة الفنية مدام ما وصلتنا لهذه النقطة شكون هم الفنانين اللي عكتشوفهم انه في الساحة الفنية الجزائرية حقق نجاح وصوته أيضا يستحق أكثر شوفي والله غيرا عندنا فنانين ما شاء الله هنا في الجزائر عندنا أصوات جميلة بزاف عندنا كالي بينين وكالي موش بينين كان بزاف ما نقتلش نقول لك بسكرم كان بزاف سواء في الراي سواء في الحوزي سواء في دوتر ستيل كان بزاف أصوات ما شاء الله طيب لو نديك شوية للماضي أنور يعني أنتم لما كنتوا تديروا حفلات وكل شيء أنا كلما نتلقى بفنان ولممثل يقول لي ما كناش نخلصوا مليح ما كناش نهتموا بالأمر تعال النقود ولا المال يعني عكس ما هو حاضر الآن صح هذه كان منها حفلات، ما كانوا يخلصوكم بالتقريب؟ هذه كمالي جوار اللي يقول لك حنا بكريمة كناش نخلصوه حنا تاني بكريمة كناش نه كنا عباك تدير غنياء هكذا عباك تفرح باديك أغنية كتر من ما تخميش فضرها والحفلات يعني تقريباً ما كانوا؟ أنا بكريمة وكش ندير حفلات بزاف ندير حفلات بصح ماشي بزاف كنت نبازي بزاف على الانشترومات الأغنية كنا نبازي بزاف على الكلب كنا نديروا دي بروديكسيون حفلات نديروا دي طن زن طن زوج ثلاثة حفلات في العام ولا سوكي في ما كش نخمم فاد الأمور أنا كان عندي ماناجير راشيد الله رحمه هو اللي كان متكلف كل بها الأمور تعد راها ميتو أنا ما كشنا أنا كنت نكونسنتري على الخدمة على الموسيقى وعلى الانشترومات اللي كليب طيب لما كانت فيه انقطاعات ربما يتسأل الكثيرين كيفاش كان أنور عايش يعني لما كانت هذوك الحفلات يعني فترة انقطاعك كانت حفلات شوية فقط هل ربما عندك هواية أخرى ولا خدمة واحدة أخرى تتمارس فيها؟ ما عنديش تخدمة عندي أمبار الفن الحمدلله كنت عايش بيان الحمدلله تريتري بيان فضل ربي سبحانه الحمدلله كنت عايش رايطة كي صوت ركيم يقول لله الحمدلله يا ربي الحمدلله طيب نقدروا نسمعوا صوتك أنور حاجة ربما نسمعوا ياري تلقيت لي خبرها ياري تلقيت خبرها ونقدروا نساءها قدوا لغزال ديالي لأنه الجمهور طلب حاجة عاطفية وصلت تكامل هذا الغناء العاطفي لكي اللي ما تسمعش أموش تحبو تسمع لغزال ديالي حاجة عاطفية أي حاجة تقترح علينا أنور قدوا لغزال ديالي بويا وشكو اللي اداه ويلي ويلي بعدوك عليا وأشهده ويلي ويلي الغربة الزغبية قدوا لغزال ديالي ويلي وينراه ويلي ويلي بعدوك عليا وأشهده ناري ناري والغربة الزغبية روعة شكرا جزيلا لك سلموا لناس الغربة أكيد أكيد تحية لهم وقناة النهر هي الخط لتجمعهم مع أرض الوطن طيب أنور سمعنا الغزال ديالي وهذه الأغنية خصوصا أنه أعادها الكثير من الفنانين وربما آخرهم اللبناني أيضا ربيع بارود إذا شفت الأغنية مثلا ولو شرأيك في إعادة الكوفر خاصة أنه أنت أيضا أعدت أغاني من التراث بيانسور أعدت عدة أغاني من الباتريمون أنا نفرح كي أحد يعود لأغنية ويدير فيها جديد ويعطيها نوفو السوف الأغنية هذا شرف لي بيانسور وأنا ما سمعت شد اللبناني بصحة قلتي لينتيا جسي كقلتي لخدمها بيان ودلها كليب بصحتو بان كوراج وصا بريمون بليزير طيب ممكن أن نشوفوك مثلا مع فنان شاب أو المغني عربي راح تقدم فيه مثلا ديو لأنه كثير من الفنانين العرب وأيضا من تونس والمغرب يعيدون أغاني أنور هل ممكن أن نرى ثناء يعني جزائري مع فنان نراب أو؟ عندي مشروع موحد فنان راب يا إن شاء الله لكن لم نستطعي نقول لكم لكي أحتكنا المشروع هذا لا نستطعي نقول لكم كي الأغنيين عند نقريبا إن شاء الله مع فنان راب وأغنية جديدة إن شاء الله وفيها كليب هذه إن شاء الله كي ناقرب ونكملها إن شاء الله إن شاء الله المهم أنه فيه جديد ومع فنان شاب جميل جداً طيب لو نتحدث أيضاً على الأسماء أنت احتكيت بهم في السحة الفنية في الجزائر هناك رشيد طاه شكراً؟ رشيد طاه يعني رشيد طاه الفنان الجزائر رشيد طاه رحمه طيب نتحدث عن رشيد طاه ما هي علاقتك به بالضبط؟ رشيد طاه ما عرفتوش مالولوزمو بيان بل بتت لقيت بيخطراب بل بتت لقيتش به بزاف رحمه وسعليه فنان اللي كان مشرفنا ولي كان يغني أغني على زيميغري وعلى المختاربين هو اللي كان كما يقول لك حط قلب على زيميغري مالولوزمو ما كانش عندي كونتاكت معهم بزاف طيب لو نذكر لك الزهوانية وش تقول عليه؟ الزهوانية بيانسير الفنانة كبيرة ونحبوها الزهوانية ختمت معها بلوجير فواف داخل الوطن، خارج الوطن شاب خالد وصي عدة فنانين خدمت معهم ممكن يشوفوا تعاون بيناتكم بين الزهوانية بيانسير فور كوبا إلا كان أغنية تخدمنا للزوج ولي وليها علش الله بيانسير طيب ومحمد الامين خاصة أنه آخر مرة قال أنه راح يعود يولي لسحة الفنية لكن عن طريق المديح الديني وش رأيك في هذا القرار بداية وإذا كان تواصل بينك وبين محمد الامين بيانسير محمد الامين صديقي وسمعنا بلي راح يدر أغنية في المديح الديني إن شاء الله رب يوفقه إن شاء الله وإن شاء الله بور كوبا بيانسير إلا كان في عمل يجمعنا كيف كيف في كان جرون بليزير صديقي وصوت جميل بزايف نحبوه إن شاء الله إلا كان في المكتوب وماذا عن الفنان جلطي عبد الرحمن جلطي؟ عبد الرحمن جلطي فنان اللي نحبوها بكري والفيلم دياله ما نقدروش ما نتفرجوش كي نشوفوه والفنان اللي خلى بصمة أجمل لقطة في الفيلم أنور يعني اللي تعجبك في الفيلم وهي حديث الجزائري والله شوف عام بزاف لقطة في الفيلم عجبوني كي ضربوه شف نيمسكين عدة عدة لقطة أنا غادني كي ضربوه في هذه اللقطة وسينو عنده عدة أغني شابة اللي خلى بصمة في السحة الفنية بما أنه أنت تسألين عن الفنانين عندي اسم ربما أريد أن أسأل شاب أنور عنه شاب عز الدين الذي غادرنا ربما الشلف الأغنى الأخيرة ربما هل فيه نية لإعادة أغنيه لإحياء هذا التراث الشلفين صحة التعبير والله غيادك الفنان الله يرحمه ويستعليه يجعلهم أهل جنان اليوم الجمعة إن شاء الله ربي يجعلهم أهل جنان فنان عنده قلب كبير وحنين فشآتنا غادني بزاف لا يرحمه ويستعليه عنده أغني جميلة بزاف فنان اللي فريمون فريمون بزاف غادني بسكو إنسان من أحبب بزاف إنسان ملاخير قلبه كبير إن شاء الله إن شاء الله بالك نعودوك أش أغنية بالك في المستخدر ربما وش هي أكثر أغنية عنده أغنية تعلم الميمة هذيك بزاف نعم أغنية الميمة بزاف عنده تاني على الغربة عنده من الأغنية تعلم الميمة تأثر بزاف حافظ كلمات من الأمي مع الأغنية؟ لا يوجد حافظ بزاف نسمحك نسمح أن تأثر باديك الأغنية الله يرحمه ويستعليه ويجعلهم أهل جنة إن شاء الله إن شاء الله كنا حبين يعني مقطع برك من الأغنية ولا دندنة لك باش ما تغيضوا مش الحال لأمهات الجزائريات بما أنه غنينا على الأب لا يوجد حال لأغنية يا 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 لأمي ما الواليدة الله يحب الله يبارك تحيير كل الأمهات والأم ديالي اللي راها في تلمسان نسلم عليها بزاف بزاف وقالها ما نحبك بزاف بزاف من هنا الكاميرا؟ ما نحبك بزاف بزاف لواليدة أنوان طيب لو أنت حدث أنت ختمت أيضا بكلبة الواليدة وكادر جرابوني كانت عنده أغنية ثاني مع ديدين كانون هذه الأغنية تعلواليدة وش رايك في ما يقدموه كادر جرابوني حاليا؟ والله ما شاء الله عليه سيابان فريمو را يدير أغنية جميلة مع واسمه ديدين كاديدين فريمو عجبتني الأغنية بزاف ولكليب والسجي ما شاء الله عليهم إن شاء الله نتمنى لهم المزيد من نجاحات إن شاء الله يا ربي طيب أنت حاليا مستقر بيتلمسان جوهرة الأغنية المسادية هل ربما فيه تفكير أنه مثلا تكون هنا بالعاصمة الفترة معينة من أجل النشاطات الفنية؟ بانسير أنا مستقر حاليا في تلمسان بس حكي يكون مشروع ولا عمل ولا في العاصمة ولا بانسير نسافر لهذه البلاد ولا في خارج الوطن ولا داخل الوطن وإنما يكون عندي عمل نسافر لهذه المدينة باش ندير هذه الخدمة ديالي مدام تحدثت في الصفر حبيت نسق سيك عن ردود الجالية مدام أنت تغني في كندا وأيضا في فرنسا فمناتك كيفش تلقى هاداك الاستقبال؟ مالله شوفي استقبال حار 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 ما نتقدش تصوريش حالا أنا كنت في موريال كندا صفي واحد العام ونصف ندرنا مهرجين عالمي واسمه أوريونتاليست كبير بزاف كل جزائريين تونسا مغربال مصريين لبنانيين كندا ماني في كل جزائريين يستقبلوا وكي يجي واحد من البلاد يستيشموا فيه الريحة على البلاد بس كندا ما يجوش كل سيموه ولا عام شيك ما فرنسا ولا ما يطولوا بشي جيو كيشوفوا واحد جا من الجزائر ولا فنان يرحبوا به واحد الاستقبال حار حار كبير بزاف مدام تحدثنا عن المهرجين في كندا كان أيضا مهرجين في مصر في شرم الشيخ بالضبط كان رح يستضيفك في المهرجين الموسيقى الفرانكو عرب وش رايك كيفاش جاءت الدعوة وايضا لماذا ألغيت إدارة المهرجين وجهوا لدعوة باش نكون امفتي دونر في المهرجين فرانكو عرب كنت رايح في الموضة الأكتوبر موضة الأكتوبر في جاء هذه الجائحة ما قدرناش كل شي مغلوق لفرانتير مغلوقين ما كانش مغلوق ما كانش مغلوق ما كانش مغلوق ما كانش مغلوق والحادث يعني كان مؤجل ولا ملغى يعني؟ يعني نورما ما كانوا أجلوه بس عبارة ما ما نش عارف اسكوا يتأجل يعاودوا يديروا الفستيفال ولا لاني بروشان ولا معلى بولو مومو معلى بليش إن شاء الله يكون عندي الخبر كيفاش إن شاء الله طيب لو نتحثوا عن الفنان جزائري نتحثوا عن بطاقة الفنان حبي أنتسق جي أنور إذا عنده بطاقة فنان اهآ readers بدون بحكم، عندي بطاقة فنان يعني رك تستعملها؟ أااااااااااااا ا damned هل كنت أستعملها في السفر؟ ممن أجل تسهيلات السفر؟ أنا لا أعطى. أنا لا أعطى بالتفاق على بطاقة الفنان. هل أنت وجهك بطاقة؟ نعم بطاقة الفنان. لدينا بطاقة الفنان. أعطتني جزائر من الجزائرية. أعطينا بطاقة الفنان. وهذه هي مهمة. ماذا عن منحة كورونا؟ الكثير من الفنانين هدلوا على مينحة كورونا هل أنت ربما استفدت منها؟ لا استفدت عليهم مينتها؟ لا أوجدوني لا أعطونا فنانين لا أعطونا فنانين لهم لا أعطونا للعمل ألم اجتماعوني هل 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 سفعلت أنور؟ وحبت أن تتركها ربما الفنانين لا أحد أخرى كانين أخرى تقول لم يكن من يضرنا لم يكن من ضررنا لم يهل المين يضرنا للجائحة يوجد به بلد أفضل خاصة الذين لا يعملون ويوجد مريضون حول ذلك يوجد حول إشخاص ومرعدون الذين يعيشون في الكرية ولا تستطيع التعتيات ويوجدوا الكرة يجب عليهم ورؤية هذه مجال فهمت كيف هل كان هؤلاء الذين يستطعون بعد كيف يستطيعون المسؤولين يرؤون الذين يعملون إحصائيات يرون للشخص الذي يحشم فنانين لا يستطيع أن تحضر فيديو ونذهب للجزة فنانين لا يستطيع أن يأتي العاصمة ونستطيع أن يذهب للعاصمة ونذهب للحصول إلى لوندا يجب أن يفعل المسؤولين على لوندا يجب أن يفعلون إحسائيات للفنانين لأن هذا مضرور أكثر نبدأ بأن هذا مضرور أكثر هذا نتمنى حسناً تتحدث عن الفنان وربما عتيقة ثاناً كانت مريضة كانت الكثير من الفنانين والممثلين أيضاً من أزمة سكان في رأيك هل بطاقة الفنان ما زالها تفي بالغرض؟ أو ربما يجب أن يستراتيجي أحد أخرى للاعتناء أكثر بالنسبة للفنان كونه يقدم ويمثل أيضاً البلد في مهرجانات عالمية واسمه أيضاً يمشي؟ شوف البطاقة الفنان لا تكفيش لهذا الشيء يجب أن يدروا حل الفنان لكن الفنان لا أعرف أين يأخذ ما زال ما ما زال ما عرفناش كيفاش لازم مسؤولين على الفن هذا يجب أن يدروا الفنان لا أعرف لكن تكون هناك استراتيجية ورؤية نحن نتحدث عن الفنان لا نتمنى إن شاء الله بلدك عن قريب يشوفوا في الفنان ويديروا له هذه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عن قريب إن شاء الله رايح ندخل الستوديو وندر أغنية مدائح دينية بإذن الله إن شاء الله ربي وفقنا إن شاء الله غنيت مقبل يعني قديت مدائح دينية غنيت كنت معروض في غردايا يعني نسلم على ناس غردايا وعرضوني واحد للفرح فريمو عجبني بزاف هذو كل الفرح على ناس غردايا عجبني بزاف عندهم واحد تقاليد تقاليد أخي نسلم عليهم بزاف ونشكرهم بزاف على هذك الرحب وبينا وهم في الآرس ديالهم عندهمش الغناء والإيقاع عندهم غير مدائح دينية وان عجبني بزاف 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 هذو كل إهرس ديالهم وعرضوني واحد الفرقة على مدائح دينية غنيت معهم ودرت معهم مدائح ديني ودرت معهم ابتهالات كان لي فريمو فرحت بزاف بزاف طيب تقدر يعني مدام ما نفي يوم من الجمعة نكثر عليك شوية لأنه عندنا بزاف مدائح ديني شوفي الغناء ما عليش بالك نغلطه بصع مدائح دينية أخلاص نخلوه الألبوم الجاي نخلوه الألبوم الجاي إن شاء الله طيب أنت حتتوا عن شق واحد آخر وهي المهرجانات في الجزائر كيف تشوف رؤيتك هذه المهرجانات مهرجانات في الجزائر إن شاء الله نتمنى اليمت اللي جايين يزيدوا يكونوا أحسن من اللي كانوا أحسن من اللي كانوا شوف أنه هي نقصة نتمنى إن شاء الله الناس اللي قايمين بهد الشي إن شاء الله يزيدوا يزيدوا يخدموا أكثر باش يكون مهرجان باش نفتخروا بيحنا يا عالمين يعني كان مهرجانات معدودة وتكون أيضا في الصيف فقط مهرجانات معدودة يعني الإنسان والفنان مهرجانات في المشتاء في الشتاء كان عدة دوت مهرجانات في جنوبي في فيفريي في ديسمبر عدنا ثلاثة أو أربعة مهرجانات وكلهم في نفس الوقت جوي اوت يعني مثلا ينتقل الإنسان من العاصمة القسنطينة المختلف باتنا وبعدين خلاص خلاص في موسم واحد الحقيبة توضع تركا في عادك ساحا إن شاء الله لو سمحت لي سامي أريد أن أتوجه بسؤال استغل الفرصة ربما هما أمرين الأمر الأول وش هي أحب غنية الأنوار غنيها في مشواره الفني والأمر الثاني وهو ما يطلبه المشاهد في إلحاح شديد من الزملاء وهنا المشاهد طبعا أنه تغنينا يريد القتل اللي يخبرها يعني وهي أغنية مشهورة جدا أنا كنت طلبتها وانت غنيت النار الزانيالي سنلح عليه لأن يغنيها لنا اليوم بسؤال بسؤال نعم وش هي أحب غنية الأنوار أنا أحب الأغنية كلها أغنية عزيزة ليا بسحكم من غني على المميمة وشغل عندها مكان سبيسيال عندي كين غني على الأم تجر الغنية تقتر فيها سينو اللي شوانسان قاعدة واللي غنيتهم في المسير لا أكيد في غنية فيها لمسة فيها بماقسة فيها أغنية عاطفية يبحث أسامة يعني من أجل معرفة أنا الخاسر في الحب وزيد نتعدب واسمها ياريت لقيت لي خبرها لا فوت فيك يا أختي عندي عدة أغنية عاطفية من بينهم هذو اللي قلتهم لك درور يعني أنتك حكيت مني ياريت لقيت لي خبرها يعني فعطينا مقطع داك كيف كان في عمري؟ كان في عمري خمستاش سنة لا يبارك يعني ياريت لقيت لي خبرها شاسر علي على خاطرها ومن أشخى من التناية وشفت الموت بن عيني ياريت لقيت لي خبرها شاسر علي على خاطرها ومن أشخى من التناية وشفت الموت بن عيني ياريت لقيتها ماشية والدي والدي أغنيتها شخص معين ربما عاشت قصة معينة خلاتك تغني هذا الغنية؟ لا 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 لا، لا أكذب على أخي هذا يكتب كلمات محمد نونة والله يرحمه، عجبتني بزاف وخدمناها على الإيقاع أغنية تراغب علامة وهذه هي أعتقد أنه كانت تصفيقات تاع أسامة هنا في البلاتو أيضا تصفيقات ما ورأسه على زال هذه الأغنية طيب نختم فقط بسؤالين أنور أنا نتحدث على نسب المشاهدة على منصات تواصل اجتماعي أيضا لما نشوفوا فنانين ووش تعليقك أيضا أنه كين أغاني تحصد نسم مشاهدة عالية في ظرف قياسي وكين أغاني محتار ما نشوفوا أنه فيها إيقاع فيها آداء فيها موسيقى جميلة لكن في المقابل ما نشوفوش الانتشار الواسع لها ما هو تعليق بهذه الأغنية؟ أعوالله مهلا بلغتي أنا قلت لك باللي إحنا رأنا جدد في التوسكي انترنت سيفري شفنا عدة أغاني فيها وعيد المشاهدة عالية وضيفات الغاغنية أنا ما أنا والله منحوص على هادو ليفو ولا لازم لك الكلاش ربما يتنجح الأغاني بلك بلك أنا ما نحوص ندير لبوز وباش ننطلع ليفو ولا جن سيبا أنا أنا لبيتعي وهي الأغنية الكلام ونطلقها في الأخر ولي جابت جابت كيف نقول لك هذا هي شكرا شكرا جزيلا لك عن ورع على كل هذه التصريحات وأيضا على وقتك اللي قضيته معنا ربما كلمة أخيرة بالنسبة بينك وش هبيت تقول لهم عبر منبر النهار نقول الجمهور جلي توحشتهم بزاف إن شاء الله ونوعدهم في الجديد إن شاء الله عن قريب ويصنن فيدال ونقول لهم بارك الله فيكم لقاتوا فدال إن شاء الله أنور ميخيي بكم إن شاء الله وتوما نشكركم قناة النهار على الإسدافة وبارك الله فيكم ورحيكون حسري فيه النهار إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك أنور للأسف الأوقات الجميلة تنتهي بسرعة